مرحبا أعزاء الصغار قصة اليوم بعنوان فأر حذر فهي بنا نكتشفها معا أفاقت العائلة باكرا فانشغل الأب والأم بتنظيف مرآب السيارة وشرع الأطفال يرتبون المنزل كان فريد يغسل الفناجين فصاح زياد، فاطمة، أسرع في مطبخي فأر هب الأطفال فكان الفأر اختفى بسرعة نصب الأطفال للفأر مصيادة ووضعوا فيها قطعة جبن وخرجوا من المطبخ اقترب الفأر من المصيادة بحذر واستل قطعة الجبن وفر عاد الأطفال إلى المطبخ فاندهشوا المصيادة ما زالت في مكانها كما نصبوها لكن أين قطعة الجبن؟ قال زياد أكلها الماكر سينال جزاءه انتظروني سأعود سريعا دخل زياد وبين يديه قطة صغيرة براقة العينين ناعمة كالقطن ترك الأطفال القطة في المطبخ وأغلقوا بابه فظلت القطة تنتقل بين الخزانة والثلاجة وفجأة ظهر الفأر فوق رخامة المطبخ فوثبت القطة لتقبض عليه لكن المسكينة وقعت في المصيادة التي نصبها الأطفال فبقيت تئن وتتخبط وظل الفأر يرقص بعيدا عنها دفع زياد الباب واتجه إلى القطة مرددا ما العمل هم الأخوان بتخريص القطة من المصيضة فخاف من مخالبها صحت فاطمة لا بد من إنقاذ القطة ترجمة نانسي قنقر